ماتت تتحول المرأة إلى المرأة كاملة بثلاث أبعاد البعد الأولاني رضى الزوج في نظرته إليها تشوف مراضي عنها و مراضي بيها هو ما يبقاش كون النظرة بتاعته دي عن عبارة عن مشكلات حصلت له في حياته أو عبارة عن أشياء غير طبيعية يعني هو غير طبيعي أنه هو سواء بمكانته دي أو سواء بطريقته دي مهما كان أو سواء حتى بجماله ده أو حتى بأفكاره دي إنه يلاقي النموذج اللي هو بيدور عليه ده فبتبقى دي في حاجة اسمها التسكية الزوجية إيه التسكية الزوجية؟ آه إحنا متعودين أن التسكية بتكون بيننا وبين الله صحيح لكن التسكية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها لا الجواز في تسكية لما رسول الله يقول لا يفرق مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها الآخر إيه ده إيه اللي جاب الرضا؟ أيوة الذي هو بيني وبين الله وحتى بتقول البعض الأول هو الرضا آه فإيه اللي جاب الرضا هنا فيما بيني وبين زوجتي؟ قال له لا ما هو زوجتك يا بوابة على الله الله وعشان كده أنا بيعلم الناس وهم بيتكلموا وإحنا في مقبلنا عزاج إزاي يعبودوا الله في بعض فدي مسألة مهمة جدا فهو لازم يراجع صورته الصورة اللي في ذهنه ده عن زوجته أنا أعرف ناس كتيرة ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم وحازوا استعادة الكبرى في الجواز لما بتدوا يراجعوا الصورة اللي في ذهنهم عن الجواز وعن الزوجة هو داخل بصورة ذهنية معينة عايزي لقيها طبعا لأنه عنده صورة اتكونت من إيه؟ اتكونت من منافسات التصور ما بين الشباب أنا لما أتجاوز أتجاوز كده وأنا لما يكون شكلها كده وما عرفش إيه كده وهو دات على فكرة التصورات دي هي اللي بتخلي البنات لما تيجي تتمكيج في الفرح تتحول إلى كائن آخر المبالغة المبالغة دي جاي منين؟ عايزة تلبي البعد الأول؟ الرضا بالضبط طيب عايزة تخليه اللي حاصل يتكون الصورة دي مش عارفة إن الصورة دي إذا ما حصل لها إيه استدامة هتبقى مشكلة جدا 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 وإزاي إحنا بنقول للناس إن الاعتدال في كل شيء بيكون كويس فهو الشخص لازم نفهم إنه لازم يراجع صورة اللي عنده عن الجواز عظيم فبعض الأحيين وهي الزوجة مثلا الزوجة عايزة تتحب أنا أعرف ناس كتيرة من الزوجات استخدمت المكملات الزوجية عشان هي بتدور على الحب بمعنى إن هي تجد مثلا من تسروا إليه تتفاضفض معاه زي مثلا هي مش لاقي زوجها بيهتم بيها ولا بيحن عليها ولا بيقدر موقفها وعلى فكرة وإحنا المجتمع فيه صيادين وفيه صيادات أكتر الناس اللي بيتم صدهم الناس اللي بيدوروا عن المكملات الزواجية فهي لو بتدور على المكمل الزواجي هتلاقي واحد مدعي الحكمة هتلاقي واحد بيعرف يقول كلام ويجذب القلوب هتلاقيه متخصص فيه الناس اللي قربهم مكسورة طب جي لحضرتك في مهموكم في الإرشاد الزواجي مثلا سيدة تيجي تقول لحياتك ما ده راجل كبير ده متجوز أي شيء تعامل بيه أو تسويغ بيه ده كتير قوي ده ده كتير قوي ده هو زعلان ليه يجي الزوج بقى لما يشوف يكتشف المكمل الزواجي ده هو زعلان ليه ده راجل قد بويه ده راجل مش ممكن أفكر فيه ده متجوز آه طب ما هو متجوز وانت متجوزة وانتو الاتنين عندكم مكمل زواجي انتو الاتنين بتعملوا نفس الخطأ انت هو بيعمل ده وهو بيعمل ده يعني تلاقي الشخص اللي هو بيقدم لها النصيحة ده زوجته يا ما تطلب منه النصيحة وما ينصح لاش لكن هو بيبذلها للغير بيبذلها للغير